موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية موسيقى وصول وفد من مشايخي وعيان الجنوب الليبي إلى القاهرة للتباحث حول مسار تسوية الأزمة الليبية موسيقى موسيقى ومجلس النواب الأمريكي يقر حزمة مساعدات بـ 892 مليار دولار لمواجهة كورونا موسيقى موسيقى السبعة صباحا في القاهرة الخميسة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من اكسرا نيوز اهلا بكم ونستهلها من رئاسة الجمهورية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وانتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك بتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة المؤانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية جاء ذلك في اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الاهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة هو جهود تعزيز مناخ الاستثمار وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك بالتنصيق ما بين كافة الاجهزة المعنية بالدولة وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الاداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفعات خلال العام 2020 حيث نجحت نصر في ان تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت ان تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا ويعتبر اعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن كما تم في ذات السياق استعراض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر حيث جاءت نصر خلال عام 2020 في المركز الاول افريقيا والتاني عربيا في جذب الاستثمارات الاجنبية واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق كذلك الى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من خلال شركاء التنمية الدوليين سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف والتي بلغت حوالي عشرة مليارات دولار وذلك في اطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة وصل الى مطار القاهرة اكثر من 75 شخصية يمثلون وفد المنشيوخ واعيان ونخب الجنوب الليبي في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يتم فيها عقد عدد من الاجتماعات وسيتم خلال الاجتماع دراسة طلبات الجنوب الليبي والعمل على دفع الحياة السياسية في الداخل الليبي كما يهدف الاجتماع لدعم الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة اراضيها والعمل على نبذ التدخلات الخارجية التي تحاول ان تنال من استقرار ليبيا هذا وتؤكد مصر انها تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف الليبية وان مقدرات ليبيا لابنائها كما انها ستعمل من خلال هذه الاجتماعات على وضع تفاهمات وحلول للازمة الليبية وانها ستقوم بتقديم كافة انواع الدعم للجنوب الليبي على المستويات السياسية والتنموية والخدمية علنت وزارة الخارجية اعتماد الامم المتحدة بالاجماع للقرار المصري الخاص باعلان يوم الرابع من فبراير يوما عالميا للاخوة الانسانية واضاف بيانه الخارجية ان القرار يأتي تخليدا لذكرى توقيع وثيقة الاخوة الانسانية في الرابع من فبراير عام 2019 بينها شيخ الازهر احمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الباتيكان واضح السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ان القرار يتزامن مع التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم حاليا لكبح جماح التطرف بجميع اشكالها اكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات الى اعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي جاء ذلك خلال حضوره تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الصمود 16 والذي نفذته احدى وحدات الجيش الثالث الميداني ونقل رئيس الاركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق اول محمد زكي لرجال الجيش الثالث الميداني مشيدا بالجهد الذي يبدلونه في الدفاع عن امن واستقرار الوطن وسلامة اراضيه وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة وفق الكونجرس الامريكي على مشروع قانون لاعادة الحصانة السيادية للسودان التي اسقطت عنه في عام 93 إثراء إدراجي في القائمة الامريكية للدول الرعية للإرهاب وتم تمريره تشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادية والتمويل الفدرالية لكنه استثنى القضايا التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو دووهم من مشروع الحصانة وبمجرد توقيع الرئيس الامريكي دراند ترامب على مشروع القانون سيصبح ساريا المفعول على أن يتم الإفراج عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان وبلغت 335 مليون دولار إلى العراق حيث وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ بأنه عمل إرهابي جبان كما أعلن في مؤتمر الصحفي عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقية عن ضبط مجموعة من المشتبه بهم في عملية قصف المنطقة الخضراء وشدد الكاظمي على أن العراق لن يقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية الموجودة ببغداد هذا عمل جبان إرهابي لا يريخ بالعراقيين ولا يشبه بالعراقيين الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابت عراقيين وذلك كان البعض يعتقد أنه استهداف البعثات الدبلوماسية هذا عمل مرفوض من غير ممكن أن نقبل أن يحصل أي احتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق هذه البعثات موجودة من قانون دولي ولن نسمح بالمساس بها هذه العمليات هي الطعن بالاسم العراق وسمعة العراق العراق يمر بظروف خاصة اقتصادية والحكومة تعمل على مدار الساعة لحل المشاكل الاقتصادية وتعمل على إيجاد فرص لدعم الاقتصاد العراقي عن طريق أصدقاء العراق ودول الجوار هدف الصواريخ وصناعة فوضى هذه فوضى مرفوضة هذا وصوتت الحكومة العراقية بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وقال وزير المالية علي علاوي أن الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الأصلاح الاقتصادية مشيرا إلى أن وردات خفض قيمة العملة العراقية سيتم توجيها لحماية الفئات الهشة الموازنة مع العشرين وواحد وعشرين إصلاحية بامتياز طبعا هي بداية الإصلاح ليس الإصلاح ككل وخطوة مهمة وجريئة جدا من هذه الحكومة أن بدت في هذا المسار بعد سنين من التأخير والمماطلة الإصلاح ضروري الاقتصاد الورثناء اقتصاد مشوه كان يتطلب إصلاحات أساسية وجذرية في هذه الموازنة بدأنا في هذه العملية ومثل ما تفضل دولة الرئيس سوناها بطريقة بحيث تخدم الهدف الأول هو أن نخدم الشعب العراقي وأن نحافظ على هذا الاقتصاد قال الرئيس التونسي قيسي سعيد أن تونس تمر بأيام صعبة وحزينة ودخلت في مرحلة دقيقة وأضاف خلال رأوسي اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في قصر قرطاج أن الدولة التونسية لن تسقط وستحبط من خلال القوات المسلحة والجهزة الأمنية كل محاولات ضربها من الداخل والخارج مشددا على أنه لا مكان في تونس للخوانة الدولة التونسية لن تسقط مهما فعلوا ومهما رتبوا ومهما ارتكبوا من جرائم ونجتمع اليوم لنوجه لسالة إلى الشعب التونسي بأن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية ومن أبطالها من قواتها المسلحة الأمنية ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل ومن الخارج ولا مجالة في تونس للخوانة الذين يريدون ضرب الدولة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي برامين نتنياهو أن اتفاقيات السلام الأخيرة مع العديد من الدول العربية سوف تصمد وأبقى لن تنياهو في مؤتمر الصحفي المشترك مع جاريت كوشنر كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ستكون هناك المزيد من الاتفاقات من جايتها اعتبر جاريت كوشنر أن جهود الإدارة الأمريكية مع إسرائيل والدول العربية قادت إلى ولادة شرق أوسط جديد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا ووفاة 22 و30 حالة وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 345 متعافياً من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 18 مليون منذ بدء تفشي الجائحة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز وبحسب هذه البيانات وصل عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 18 مليون و6 ألاف إصابة بينما سجل عدد الوفيات 319190 حالة إلى ذلك رصدت وكالة رويترز وفاة حالة كل 33 ثانية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن الفيروس أودى بحياة 18 ألف شخص في هذه الفترة بزيادة 6.7% عن الأسبوع الذي يسبقه تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لقاح كورونا من شركة فايزر في مستشفى بولاد لاوير وصرح بايدن بأن اللقاحات تشكل أمنا كبيرا من نسبة الأمريكيين للتخلص من الجائحة وأثنى في الوقت نفسي على تعامل إدارة ترامب مع الجائحة كما طلب بايدن من الأمريكيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العياد وتجنب السفر غير الضرورية هذا وقر مجلس النواب الأمريكية حزبة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتي هذا القرار بهدف إلقاء شريان حياة على الاقتصاد المتضرر من الوباء مما يمهد طريق لموافقة مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم أكد رئيس الوزراء بريطاني برج جونسون أن الغالبية العظمى من المواد الغذائية والطبية لم تتأثر بعد التداعيات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لمثل هذا الموقف منذ فترة وأضاف جونسون أن الحكومة مستمرة في محادثاتها مع الجانب الفرنسي بعد الإجراءات التي اتخذتها بريس بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا وفقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاح فايزر بيونتك ضد فيروس كورونا وذكرت الوكالة أنها ستراقب سلامة اللقاح في كل دول الإتحاد الأوروبية لكنها أوضحت أن توزيع اللقاحات على المواطنين الأوروبيين سيستغرق وقتا هذا وتعتزم دول الإتحاد الأوروبية إطلاق حملة واسعة لتطعيم بلقاح فايزر بيونتك بداية من السابع والعشرين من ديسمبر للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وضعت أوروبا نفسها على الطريق نحو بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بعد إقرار الوكالة الأوروبية للأدوية استخدام اللقاح المضاد للفيروس الذي اشتركت في تطويره شركتها فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية وبهذا الإقراء أصبحت الخطوة الأخيرة أمام اللقاح الحصول على الموافقة من المفوضية الأوروبية وقالت دول تابعة للاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا إنها تعتزم بدء التطعيمات في السابع والعشرين من ديسمبر مع سعي دول القرى للحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا التي بدأت فيهما حملة التطعيمات في وقت سابق هذا الشهر وتأتي الاستعدادات لطرح اللقاح في أوروبا مع رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا ما دفع بعض الدول إلى إيقاف رحلاتها مع المملكة المتحدة وأدى الأمر إلى تعطيل الحركة التجارية قبل عطلة عيد الميلاد لكن وفي ظل حالة ارتباك حركة الطيران الأوروبي زفت منظمة الصحة العالمية ما وصفته بالخبر الصار حيث أعلنت أن الإفادة التي تلقتها من بريطانيا تشير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا لا تؤثر على فاعلية اللقاحات كما نفت الصحة العالمية وجود دليل على زيادة شراسة الفيروس بسبب السلالة الجديدة قلت السلالة الأمريكية أن قراصنة يشتبه بأنهم روس اخترقوا العشرات من حسابات البريد الخاصة بموظفي وزارة الخزانة الأمريكية وبحسب صحيفة وولستريت جورنال أكد أعضاء في مجلس الشيوخ أن عمليات الاختراق الإلكترونية بدأت في شهر يوليو الماضي وامتدت إلى عشرات المكاتب الإدارية لكنه ليس واضحا حتى الآن تعرض البريد الإلكتروني لوزير الخزانة الأمريكي ستيبن مونتشين للاختراق وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي تقودها شركة مايركو سوفت ما زالت مستبرة إلى ذلك قر وزير الخزانة الأمريكي ستيبن مونتشين أن الوزارة كانت ضمن الوكالات الحكومية التي استدفتها حملة القرصانة الإلكترونية مؤخرا لكنه أوضح أن الوزارة لم ترصد أي أضرار وأوضح مونتشين أن عمليات القرصانة لم تنجح في الاستيلاء على كميات كبيرة من المعلومات من جاتي نفى الكريملين أن تكون روسيا متورطة في الهجمات الإلكترونية على مؤسسات حكومية أمريكية قل مسؤولون أمريكيون لمجلة فورين بوليسي نصيين تراقب تحركات عملاء وكانت الاستخبارات المركزية الأمريكية في إفريقيا وأوروبا بمجرد مسح جوازات سفرين في المطارات وذكرت المجلة أن بكين تتقدم خطوات في حرب البيانات مع الولايات المتحدة وسط تقارير عن قلق وكالة الاستخبارات الأمريكية من قدرة نظيرتها الصينية على تحديد عملاء CIA الذين يغادرون إلى أفريقيا وأوروبا في مهمات حساسة ضمن فصل جديد من معركة المعلومات التي ترسم مسار الصراع بين القطبين الكبيرين كشفت وكالة بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا جديدا من المملكة المتحدة بشأن حقوق صيد الأسماك في الوقت الذي يحاول رئيس الوزراء البريطاني برج جونسون التوصل لاتفاق الاتجارة في اللحظات الأخيرة وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني برج جونسون بريطانيا ستنهي الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي والمقررة في 31 من ديسمبر على الرغم من مناشدة رئيسة وزراء اسكتلندا لتمديد هذه المهلة بسبب المضاعفات الناجمة عن سلالة كورونا الجديدة عاد بركان كيلويا في جزر هواي إلى الثوران مجددا بعد عامين من الخمول وذكرت هيئة المسح الأمريكية أنها رفعت مستوى تنبيه بركان إلى تحذير ورمز الطيران الخاص بولاية هواي إلى الأحمر ويعد بركان كيلويا هو الأكثر نشاطا من بين البراكين الخمسة التي تشكل معا جزيرة هواي واتراوح عمره بين 210 ألاف و280 ألف عام شهد نصف الكرة الشمالية اقتران كوكبي المشترى وزحل أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية في حدث كوني يسميه علماء الفلك الاقتران العظيم ورصد مركز الفلك الدولي تقاربا شبه تام بين مداري كوكبي المشترى وزحل بالتزامن مع الانقلاب الشتوي ما جعل الحدث أكثر بريقا من أي وقت مضع وبحسب العلماء فإن المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام 1623 ولم يكن هذا الاقتران مرئيا من معظم أنحاء الأرض وقعت نيفيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعية نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرية وقعت بريتوكول تعاون مشترك مع دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يهدف البريتوكول لتقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الأسعاف الأولية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في القاهرة وجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية المختلفة مش حنحق قطة تنمين مستدامة 2030 إلا من خلال هذه الشراكات ومن خلال تكامل أدوارنا موضوع النهاردة هو يعني حقيقة تعاون جديد بين جامعة إن شمس وجامعية الأحمر المصري بما لهم من خبرات مشتركة في مجالات خدمة المجتمع في موضوعات بالزيت الأزمات والكوارث في الإغاثة وفي التعقيم وفي مستشفيات العزل وفي تقديم الخدمات الطبية وفي حملات التبرع بالدم وفي تدريب الأطباء كلية الطب جامعة إن شمس من الكليات المشهود لها مش هقول بطنيا فقط لكن عالميا والنهاردة بيكون بنعمل هذه الشراكة مش بس داخل مصر في وقت الأزمات ولكن في مجالات التنموية بشكل عام الشراكة مستمرة للنجاح في سواء كان النهاردة موضوع النهاردة كان الخدمات الطبية والرعاية الطبية والعزل وجائحة مواجهة جائحة كورونا بكل الصور سواء كان مستشفيات العزلة أو العلاج والعلاج من القسم اللي نعالجهم فعلا وجها الوجها أو عن بعد نقدم زياد خدمة برضو من جامعة إن شمس بين مستشفى إن شمس الافتراضي والخط الساخل لجامعة إن شمس اللي نحن بنحطه تحت تصرف معالي الوزير وهلال الأحمد المصري إن شاء الله في أي وقت للجمهور المصري كله أقامت وزارة الثقافة احتفالية من اليوم العالمي لذول القدرات الخاصة تحت عنوان إحنا البهجة وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتمكين أصحاب الهمم والتوعية بحقوقهم وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم هي احتفالية وزارات الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة والتي أقيمت على مصرح الجمهورية بمشاركة أصحاب المواهب من ذوي الهمم احتفالية ينظمها البيت الفني للمصرح ودار الأوبرا المصرية تحت عنوان إحنا البهجة وزارة الثقافة الحقيقة بتولي أهمية كبيرة جدا جدا لذوي الاحتفالية الخاصة وده طبعا ناتج ونابع عن اهتمام الدولة بس عايزة أقول النهاردة الحقيقة يوم مميز جدا بالنسبة لنا لأن الأول مرة يمكن عندنا جهود كتيرة جدا من خلال وزارة الثقافة بالنسبة لذوي الاحتفالية الخاصة ولكن لأول مرة بنجمع الجهود كلها كوزارة لأن الحقيقة منتج كتير قوي 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 فقدرنا أن احنا نقدمه النهاردة ونجمعه في احتفالية إحنا البهجة تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية وتبلهات لفن البالي أظهرت إبداعات وطاقات ذوي القدرات الخاصة من المشاركين الحقيقة احنا مشارك معنا في الاحتفالية دي كل مؤسسات وزارة الثقافة البيت الفني للمصرح ومصرح الشمس دار الأوبرا المصرية مركز تمية المواهب كرال وبالي الهيئة العامة لأسول الثقافة فرق بنسويف أكاديمية الفنون المعهد العلي الفنون للبالي مشارك كل المؤسسات الحقيقة جهو وزارة الثقافة مشاركة في هذه الاحتفالية ودي كانت الحقيقة توصية دكتورة إناس عبد الدايم وزير الثقافة وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاحه معرضا تشكيليا من إبداعات ذوي الهمم من طلاب أكاديمية الفنون أنا بحب العب بحب الزقافة سوية بحب فرحة سوية كده أنا دمس كد لها كل أخواتي في الشروق أنا أشترك لها الدستحولية استعراض رأس هنا لوحة أول مرة تشترك في ورشة الرسم ورسمت اللوحة دي كمان هي وغض بطولة القاهرة مركز أول مدلية ضحبية في الكاراتي وكمان هي في سنة تانية في معهد البليه ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى زيادة التوعية بقضايا أصحاب الهمم وضمان حقوقهم لسيما وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وبضرورة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم هلا مشاهدين وقفة مع آخر أخبار الرياضة يوصل فريق الأهل السادة ذاتي في نيامي عاصمة النيجر لتحضير لمواجهة سوني ديبا المقرر لها الأربعاء في ذهاب دورة الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا وأجرى لعاب الفريق والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبرتوكولة الطبية الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ووصلت بعثة الأهل إلى العاصمة النيامي مساء الأحد استعدادا للمباراة والتي تقام على استادة الجنرال سيني كونتشي تلقى مسؤول الزمالك اختارا رسميا من نادي جزيلي بطل تشاد يفيد بعدم قدرة الفريق على الحضور لمصر ومواجهة الفريق الأبيض في دوري 32 بدوري الأبطال الأفريقي وكانت أزمة أحاطت بوصول بعثة جزيلي تشادي بسبب مشاكل مع وزير الرياضة هناك الذي رفض منح الفريق تصراحات السفر خلال الأيام الماضية وتقام اليوم مضر ثاني لحسابه ونفسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورة الممتاز الأولى يلعب فيها أمبيم أمام فريق قزل المحلة في الخامسة بينما سيلعب طلاع الجيش أمام مصر المقاصة في السابع ونصف المساء هذا وتطلق اليوم الثلاثة منافسات الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدورة الإسبانية حيث تقام ستة لقاءات أهمها مباراة برشلونة أمام فريق بلد الوليد المزيد في هذا العرض وفي إيطاليا تقام اليوم مبارتاني ضد منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدورة حيث يواجه كوروتوني فريق بارما في السابع ونصف ويلعب يوفينتوس أمام فريق بورتينا في ملعب أليانز ستاديوم مع قلال يوفي وذلك في العشرة إلى ربع مساء الآن مشاهدينا إلى أخبار الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهاراً وبارد الليلة على القاهرة يولوج البحري وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بأخبار الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية جولة السابع صباحاً وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء